لكن أصداء مباراة الأهلي والزمال الكلاتي لم تلعب أثارت حفيزة بعض رواد السوشيال ميديا وبدأ كلام عن فكرة انسحابات وتناول النادي الأهلي بعدد معين من الانسحابات فإحنا كنا شايفين بعض الأشياء المغلوطة تاريخيا فكان لازم نتوقف عن دعا مستحمنت ما يقرب من 100% من مواقف النادي الأهلي لها ما يبررها من أسانيد واضحة وصريحة في كل المواقف لما بدأ الكلام يجي عن موضوع الانسحاب وشفنا الزمالك خاد قراره طبعا من حق أي فريق يتخذ القرار اللي هو بيراه مناسب ليه وغض النظر عن الزمالك هو مش شاف نفسه منسحب وده برضو عن يحتاجه تاني في الحلقة هنيجي لنقطة مهمة جدا في أعقاب فكرة الانسحاب بدأت الناس تتحدث عن انسحابات بعيدا عن سياق ولو أنت عايز توضح أي حاجة لازم ترجع للسياق وتشوف اللي حصل وتبرر الموقف وبعد كده تشوف هل ده فعلا يفسر انسحاب النادي الاهلي ولا حاجة النادي الاهلي خاد حقوق فيها لأن اللي بيترطب عليه أن النادي الاهلي هو صاحب الحقوق بينفي عنه فكرة أنه هو أكيد طرف منسحة هنيجي لوقعة أولى من بعض الوقاعة التي تم استعراضها وهي مباراة الأهلي والمصري في كأس التفوق أو زي ما كان بيتقال وقتها كأس الأمير فاروق قبل ما يكون ملك في 6 مايو 1930 اللي حصل في الوقعة دي وهو أن النادي الاهلي كان عنده مباراة في الدور قبل النهائي في هذه المصابقة مع النادي المصري وكان على الجانب الآخر بيلعب الاتحاد السكندري مع فريق الترسانة وفاز فريق الاتحاد ووصل للنهائي في انتظار الفائز من مباراة النادي المصري والنادي الاهلي حصل أن المباراة توقيت بدايتها اتأخر لبعض الوقت أو لمدة زمنية محددة ربع ساعة ربع ساعة بالضبط نستعرف برضو الخبر يا عمارة معنا عشان خاطر الناس تبقى بتقرأ النص اللي حصل واضحا وتأخرت المباراة الحكم وليس النادي الاهلي هو زي ما بيقيل كده في الخبر حدث أن النادي المصري نزل متأخرا عن الموعد المحدد لبدء المباراة ربع ساعة انتهت المباراة بالتعادل ولما انتهت المباراة بالتعادل المباراة انتهت بالتعادل امتنع الحكم حضرة رضا أفندي عثمان ومن ورائي النادي الاهلي عن اللعب وقتا إضافيا كان المفروض المباراة لو انتهت بالتعادل يروحوا لوقت اضافي الحكم هو اللي اخد القرار وبالتالي الاهل امتسل للقرار لانه برضو يرى فيه ان هو القرار الصحيح ان يتلعب وقت اضافي الحكم رفض والنادي الاهلي رفض لان النادي الاهلي في الوقت ده جماعة ولازم نعيش الواقع بوفقا لزمن ومش وفقا للي احنا بنتكلم فيه دلوقتي كان فيه موعيد قطرات لان النادي الاهلي ما يقدرش يبات وكان حيحتاج النادي الاهلي ان هو يرجع وفقا لحجز القطر اللي النادي الاهلي عمله فبالتالي تأخير المباراة حتمنعه من ان هو يقدر يلعب او يقدر يلحق وقت حجز القطر الطبيعي للنادي الاهلي والحكم عشان اصلا ان ده مش وقت المباراة ينفع يلعب فيها وقت اضافي رفض ان يتلعب وقت اضافي والاهم يا فارس نقطة اللي هي فكرة ان انت في الوقت ده كانوا بيدوا فلوس مبيت للفريق الضيف بالزبط كان مفترض ان الضيف لو حيحصل مبيت او ان هو مش حيرجع بعد المباراة كان الاتحاد بيتحمل نفقات الخاصة بالمبيت مش بيتفحها النادي من معاه وده ما كانش شيء خاص بانديه معانا ده كان نظام من انظمة المسابقة وده اللي ما كانش حاصل لان الاتحاد ما كانش دفع للأهل الفلوس ده وده اعلام منه زي ما رأى الحكم ان اصلا المباراة لازم تنتهي في توقتها المحدد هنا النادي الاهلي امتسالا لقرار الحكم رفض يلعب الوقت الاضافي اعترض النادي المصري وقتها وتم اعتبار النادي الاهلي فائزا ولعب المباراة نهاية مش كده وبس هتعتقد اتحاد القرى اقر الاول اعادة المباراة في القاهرة المصري رفض الاستجابة المصري رفض فبالتالي اعتبر النادي الاهلي فائزا ووصل للمباراة النهائية هنا النادي المصري لحيثية تخصه هو ومفارقة قد تعتقد برضو احنا بنحكي الموضوع بمعزل عن وقته ان موضوع غريب جدا او كأنه تلكيك للنادي المصري او سياق مش طبيعي لا النادي المصري كان عنده مباراة يا احمد اللي هي مع الاتحاد وكان نفس الظروف حصلت تم تأخير الوقت ونادي المصري حصل معايا نفس الوقع وحصل معايا نفس المشكلة وخرج القرار يا احمد والاتحاد برضو رفض يلعب الوقت اللي ضفل تأخير المصري برضو ربع ساعة نادي الاتحاد بالزبط لا ده كمان المصري التزم بدفع الفلوس المصري في الاتحاد يعني احنا لو بصينا للامور في سياقها وقع النادي الاهلي هو قرار الحكم امتسل ليه النادي الاهلي استفاد من القرار اللي هو كان لوائحي بعيدا عن اي اهواء او اغراض للنادي الاهلي فاي وقعة انسحاب الناس بتتكلم عليها تخص النادي الاهلي هنا دي وقعة مغلوطة جدا وما ينفعش تمر زي وقعة تستعرضها برضو معناها الواقع في بعض الحاجات كده او بعض الكلمات او بعض الواقع لما بتطلق على النادي الاهلي بشكل مغلوط انا بكون سعيد لانه واحنا بننقب في التاريخ بنكتشف النادي الاهلي بجد زي ما احنا بالزبط عايشينه الناس دي بتأكد الحقيقة اللي احنا بنتدولها عن النادي الاهلي وقع شهيرة جدا موسم 1954-55 ادت لالغاء الدوري العام وهي مباراة النادي الاهلي ونادي الترام بعض الناس كانت بتتناولها بفكرة ان النتيجة كانت لصالح الترام تلاتة واحد فالنادي الاهلي انسحب ولما النادي الاهلي انسحب اتحاد القرى حبي ايجام النادي الاهلي بالغاء الدوري احنا معنا الوقع بالارشيف بكل ما يثبت الوقع الحقيقية النادي الاهلي بالفعل كان بيلعب الترام وكان باقي اسبوعين للنادي الاهلي على انتهاء الموسم بالنسباله ونادي الزمالك كان انهى الموسم بلعب المباراة كلها وفرق نقطتين فقط لغير للنادي الاهلي النادي الاهلي كان محتاج من مباراتين بعد مارش ترام الفوز وتعادل ياخد الدوري اللي حصل في مارش ترام ان الكابتن كان حسين امام وهذا عم الكابتن حمدى امام وكان حامل الراية الكابتن حلمي زمورة لكن ما كانش بس حامل الراية طبعا اللي هو الرئيس الأسبق لنادي الزمالك لكن ما كانش بس حامل رأي لا ده كمان كان سكرتير لجنة الدوري لجنة مسابقات زمان كان اسمها لجنة الدوري بالزبط فحصلت أزمة بين لعب اسمه توني في الترام ولعب اسمه طالعة عبد الحميد في النادي الآلي حسين إمام الكابتن حسين إمام ارتاق أن فيه طرد لكابتن توني لكن الكابتن حسين أو حلم زمورة المساعد ولا حجم الساحة خد عمل تقرير عن المباراة ورفعوا لجنة الدوري عشان لجنة الدوري تتخذ قرارات أربع قرارات رئيسية أولا إلغاء نتيجة النادي الآلي ثانيا إقاف توني لنهاية الموسم برغم أن الموسم كان باقي فيه مباراتين وإقاف طالعة عبد الحميد لعب النادي الآلي أيضا مباراتين الأهم تحويل الحكم للتحقيق ونقل المباراتين للنادي الآلي المتبقيتين اللي هم القناة والأولمبي أنهم يتلاعبوا بدون جمهور في ملعب طنطة طبعا الكلام ده كان لازم يكون فيه ظلم بيانا عن النادي الآلي فكان لازم يكون فيه رد فعل من مجلس إدارة النادي الآلي وده لنربط سياقاته الماضية بالحاضر هنا موقف تأسيسي أيضا النادي الآلي حكم الساحة وهو الطرف الأول اللي من حقه اتخاذ القرار اتخذ قرارات تخص اللاعب توني وهو الحكم فبالتالي قرار المساعد كيف له أن يجب قرار الحكم فالنادي الآلي كان ليه موقف أيضا تاريخي وانضباطي في اجتماع مجلس الإدارة في تمام الساعة السامنة مساء يوم السبت 3-4-1955 قال النادي الآلي فيه الأحداث اللي حصلت وحكى فيها الواقع اللي أحمد حكاها مش هنكررها عليكم وقال في النهاية عايزين نبص الصياغة اللي بتؤكد دايما أن النادي الآلي بيكون مواقفه طربوية قال بعد بحث الموضوع بحثا مستفيدا على دوق قانون الحكام ولائحة مصابقة الدور العام والبيانات التي أدل بها المسؤولون بالنادي فقرروا الانسحاب من عضوية الاتحاد المصري لكرة القدم بالإجماع هنا النادي الأهلي خد موقف لأنه رجع للوائح والقوانين ووجد أو ارطأ يا أحمد أن كل ما يحدث مخالف للوائح والقوانين المنظمة للمسابقة فعلق مشاركته في هذه المسابقة وكل الأنشطة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدمة مهم جدا أن الكلام بيتقال من زمان باللوائح والقوانين دي كانت جلسة جلسة محضر جلسة للنادي الأهلي في 1955 يعني الكلام ده موثق وبالإجماع اللي حصل أن اتحاد القرى وقتها رفض قرارات لجنة الدوري بعد بيان النادي الأهلي لأن النادي الأهلي بالفعل كان حقيته في المباراة واضحة جدا وما فيش خطأ إداري يمنع فوز النادي الأهلي على نادي الترام فبالتالي اتحاد قرى القدم يلغي قرار لجنة الدوري العام ودي بالمناسبة ما كانتش أول مرة لأن لجنة الدوري العام كان واضحة أن فيه تخبط الموسم ده كانت حاولت تلغي الهبوط فطلع اتحاد القرى رفض إلغاء الهبوط وطلع برضو في أزمة الأهلي والترام قرار بإلغاء نتائج أو ما وصلت إليه لجنة الدوري واعتبرت أن النادي الأهلي بالفعل فايز بالزبط هي الصورة دي اتحاد قرى القدم يلغي قرار لجنة الدوري العام اعتبرت أن النادي الأهلي فايز مباراة الترام 3-2 زي ما انتهى الحكم اللقاء الكابتن حسين إمام اللي كان له موقف واضح وصريح بأنه أعلى كلمة الحق وشايف أن اللاعب طرعة عبد الحميد لم يكن يستحق الطرد على عكس التقرير اللي أرسله الكابتن حلمي زمورة النقطة التانية أو النقطة اللي أصارت حفيزة النادي الأهلي أنه برضو تم الاستقرار على نقل المباراتين للنادي الأهلي برضو في ملعب طنطة النادي الأهلي برضو بيشوف أنه برضو في شروط مخحفة عليه أنا ليه ألعب في طنطة وأنا مش مخطئ الأهم أنه تم استمرار إقاف طرعت عبد الحميد مع إقاف توني فكان أيضا فيه قرار لمجلس إدارة النادي الأهلي بالضبط المجلس أتبعه إنه قد طبعا أنت تعتقد هنا أن المجلس كان حيكتفي بتغيير نتيجة المباراة ولكن ده ما حصلش النادي الأهلي قال في الجلسة الحديعش قال قرر المجلس أن خطاب الاتحاد لم يغير من الموقف شيء ولذلك فخطابنا المتضمن انسحابا من عضوية الاتحاد المرسل تحت رقم كذا بتاريخ 30-4-1955 يعتبر قائما النادي الأهلي بيتمسك بحقوقه وهنا زي بقولنا النادي الأهلي ما كانش خلاف بيحاول يوصل فيه لمؤامات بقدر ما هو بيحاول يحافظ على حقوق ولوائح المصابقة وزي ما قلنا مواقف النادي الأهلي هي مواقف تأسيسية ماضي بيأسس لحاضر ومستقبل بقيلنا ماتشين ماتش القناة وماتش الأولمبي البعض ممكن يا ظن أنت إيه اللي خلاك تضمن فكرة الفوز على القناة والأولمبي إحنا لعدنا الماتشين دول في الدور الأول خارج القاهرة النادي الأهلي قدر يفوز على القناة 3-0 وقدر يفوز على الإلومبي في اسكندرية 2-1 فوز مباراة واحدة منهم تضمن أنك تلعب مباراة فاصلة مع الزمالك على بطولة الدوري فوز مباراة وتعادل الأخرى تضمن ليك مسابقة الدوري أصر اتحاية قرة القدم متمثلا في لجنة الدوري وأصر النادي الأهلي على موقفه فهنا بيتيجي قيمة تانية لكل منتمي للنادي الأهلي بيصدر قرار من اتحاية قرة القدم بتجميد النادي الأهلي ومنح فرصة للاعب النادي الأهلي 30 يوم يقدر يوقع فيها مع أي نادي في الدوري ويترك النادي الأهلي ولا لاعب من لعب النادي الأهلي فكر أنه يترك النادي الأهلي وقتها كان فيه لعب شهير كابتن توتو وقتها نادي الزمالك عرض عليه يضمه الكابتن توتو من طنطة قال أنا راجل فلاح لو هشتغل أزرع في جنينة النادي الأهلي مش هسيب النادي الأهلي الأمر والله لما أنتم بتيجي تعودوا الناس دي سنة 1955 الناس دي أجيال ما خدتش حقها الموضوع بعيد بقى عن فكرة الانسحاب الموضوع أن الناس دي فعلا لازم تاخد حقها زي الكابتن حسين مدكور والكابتن حلمي أبو المعاطي والكابتن توتو دي أسماء لم يذكرها التاريخ بشيء كبير وتيجي في ذاكرة المتابعي النادي الأهلي أو مشجعي النادي الأهلي بشكل لا الناس دي عمت مواخف كبيرة جدا الناس دي رفضت تتخلى عن النادي الأهلي في أزمته وده اللي دفع النادي الأهلي اللي بيقدر كل منتملي وبيقدر أبنائه أنه في الجلسة التلاتاشر يطلع خطاب شكر للعبي النادي الأهلي اجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي في تمام الساعة السادسة ونصف وقرر مجلس إدارة الأهلي شكر جميع لعيب فريق كرة القدم المختلفة مما أظهروا من ولاء وإخلاص وأمانة لناديهم برفضهم الاندمام لنوادي أخرى الدرس أكبر من فكرة موقف عند الانسحاب الدرس هو فكرة الانتماء للنادي الأهلي الدرس هو ترسيخ مبادئ النادي الأهلي صحيح أنا قلت في البداية لما بيكون في حاجات مغلوطة عن النادي الأهلي بنكون سعداء سعداء عشان اللحظة دي لأننا لما بنقف في تاريخ النادي الأهلي بنكون فخورين أكثر فخرا أننا بننتمي للنادي الأهلي حاجة يا أحمد عظيمة وعبقرية الموقف في سياقات النادي الأهلي والتضامن لعبين مجلس إدارة وكلامك باللوايح وكلامك بالمنطق وانتصارك لمبادئك هو ده النادي الأهلي هو ده شكل النادي الأهلي هي دي فلسفة النادي الأهلي كنا معاكم فأول فقراتنا من البرنامج نطلع وبعد ما خدناكم في رحلة في الماضي ربطناها بأحداث بتحصل دلوقتي ونرجع معاكم لفقرة أونس بوت عشان بكرة عندنا موقع مهمة جدا نطلع الفصل